حضرت السفيرة بعد توتر وصف بالمنضبط بين إسرائيل وإيران أوائل هذا الشهر لكنه أبقى طبعا ضمن كل سنريوهات التصعيد المتوقع في منطقة الشرق الأوسط أريد أن أفهم من حضرتك الآن ما هي مقترحات مجلس الأمن في التعامل مع الحالة الإسرائيلية الإيرانية المتوترة الآن الوقت الأمور تبدو أن هناك هدوء وأنا سعيدة بذلك بالطبع وعندما كان هناك هجوم في دمشق مالطا كانت من خلال رئاستها نحن قمنا بإدانة هذه الأحداث وأيضا نحن ندين كل أعمال العنف وكان هناك لجنة واجتماع طريق لمناقشة هذا الأمر وقد أدن هذا الهجوم لأنه انتهاك للسيادة وأيضا انتهاكا لعدم الاحترام القوانين والأعرف الدولية وكان هذا يتبعه بعض العمليات الهجومية الانتقامية من جانب إيران عن طريق اطلاق بعض الصواريخ على إسرائيل والتي لم تتسبب لأي خسائر أو خسائر في صفوف المدينة نحن ندين هذا أيضا وأيضا إيران لديها الحق في الحفاظ على أراضيها وحفاظ على ممتلكاتها ولكنه من الهمية بمكان أن يكون هناك تهدئة للأوضاع وأن كل الأطراف عليهم تنفيذ وممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل الحفاظ على التهدئة والتركيز هنا يكون على غزة دون التشتيت وإطلاق صراحة المحتجزين ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل أكبر وأعتقد أنه من الهمية بمكان أن لا يوجد أي توسع في مجال النزاع أنا سعيدة بأن أرى أن إسرائيل وإيران قد تحك قادروا من الحفاظ على التهدئة اللازمة من أجل خفض حدة التصعيد وسوف نستمر في التركيز على قطاع غزة وما يتطلبه الأمر في غزة وإطلاق صراحة المحتجزين ووقف إطلاق النار الفوري وتقديم المساعدات الإنسانية من أجل إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ويأتي ذلك هو من خلال الحل النهائي والذي يجب أن ينهي هذا الحرب في البداية فيما يخص التركيز على قطاع غزة وقبل أن أخوض معك في تفاصيل أكثر حول المسألة السياسية لحل الدولتين أريد أن أتوقف معك مرة أخرى عند اجتياح رفح حضرة السفيرة وهل من مواقف تحضر في مجلس الأمن حال أقدمت إسرائيل على هكذا السيناريو؟ لا يوجد أي إعدادات لهذا الأمر المجلس كان واضحا تماما أنه يدين هذه العملية إذا ما تمت ويدعو كافة الأطراف بضبط النفس وأيضا كان هناك كثير من النقاشات التي جريت لتناول وجهة النظر المختلفة وتم الحديث مع إسرائيل أن هذا أمر يعد خطا أحمر وأوضحت الولايات المتحدة موقفها أيضا وهناك بعض الأمور ذات أصلة التي لا ينبغي لإسرائيل أن تتخذ فيها مواقف معينة ولكن لا يوجد قرار حتى الآن لوقف هذه العملية علينا لا يمكننا أن يكون ذلك الأمر يدرس في المجلس حتى الآن ولكن ربما يكون هناك تداعيات خطيرة للغاية من وجهة نظري إذا ما قررت إسرائيل على هذه الخطوة هذا الموقف تم إدانته على مدار الأسبوع الماضية من كافة الحكومات حول العالم للأسف وقت المقابلة انتهى أشكرك جزيلا على تلبيتك لدعوة القاهرة الإخبارية كنت معنا من نيويورك السفيرة فانيسا فريزر مندوبة ملطة الدائمة لدى الأمم المتحدة الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي